سعيد أهلاً وأستهلاً بك صباح النور إذن أكل الشوارع أخذ حيز كبير من محتوى صنعية المحتوى حول العالم إذن صنعي المحتوى يتنقلوا من دولة لدولة لترويجة لمأكلات الشعبية أكل الشوارع الخاص بكل منطقة وهذا ربما ثمن أكل الشوارع وظهرت العديد من المبادرات من أجل تثمين هذا الموروث الشعبي مهما كانت المنطقة التعوى ستريت فود معروف حول العالم كمبادرة واليوم وصلت لي الجزائر ننجد تكم هذه الفكرة من أجل تثمين المأكلات الشعبية هي فكرة هي كي يمتزف هذه النوع من المعارض في العالم سيخطو في البلدان الأوروبية من في المشرق العربي في الدول كثيرة دونك إحنا قلنا وعلى شلالة فغلاب خمية خفاة في الزاير تكون هذا النوع من المعارض هي من جهة لتعزيز الثقافة الشعبية الجزائرية وكذلك باش تكون عندنا البيزاج تعالى ستخيد فود أنا عارفوه أنت يا تروحي بأيزمبل تاكلي عند غيستوران تاكلي عند أكل شارع أكل ماشي تعالمنزل ماذا بك تعارفي شكون هذا اللي راهو يطيب المواد المستعملة إذن تحدث عن المطاعم في هذا السالون رح تصلتوا على المطاعم الشعبية اللي ربما توجد بكثرة في الأحياء الشعبية وأكثر هاد المطاعم سبيل المثال ملك اللوبيا ملك الكبدة رانا نشوفهم يعني نصنعوا الحادث مؤخرا إحنا ما خصصناش هاد المعرض غير للشعبية لكن مم المطاعم الدولية تاني داخلها في في السالون في السالون هي باش نسلطوا الضوء على المطاعم الدولية الموجودة في الجزائر وكذلك المطاعم الجزائرية اللي نجحت وعندها كما نقولو إنشان دو غيستوران في قاعد الجزائر في التراب الوطني كامل وكذلك منها جزء المطاعم الشعبية كما نقولو المحاجب إحنا معروفين بالمحاجب معروفين بالقارنطيطة بيزا كارغي الكبدة دونك إحنا كي نحبونا كله بره نعمري بيان مانجي بان و ألجيريا وممتان دونك مدابينا تكون لنعزو التقافة تعنا الشعبية أكيد مش كنا نحيشاركو في هذا الصالون صالون ستريت فوت في الجزائر تحدثت عن مشاركة بعض المطاعم الدولية هل هذه المشاركات تكون على حساب المطاعم الجزائرية أو الهدف هو تشجيع كل ما هو جزائري بدرجة الأولى نعم هي تشجيع المطاعم الجزائرية باش الناس مدابينا الناس تعرف هاد المطاعم كيفاش نجحو كيفاش جاتهم الفكرة أس ك هاد المطاعم با إكزامبل نمدلك مثال با إكزامبل انتي تروحي تأكل عند المطاعم با فخصي ما مع لبالك شاب اللي عندو دوتر غيستوران في دوتر ولاية با إكزامبل في التراب الوطني دونك هادي نوح من الترويج للأكتيفيتات تحهم اوسي نوح باش يكونوا عندهم اتصال مباشر مع الجران بوبليك تحهم اوسي دونك نشجعوا المطاعم الجزائرية ونشجعوا ومشي نشجعوا سي باش نعرفوا بهذا المحيط تعلق ستخيد فوت تعلقنا ألجريان وش فيه أكيد شكون المشاركين في هذا المعرض يعني تحدثنا عن المطاعم المحلية وحتى يعني مطاعم أجنبية متواجدة بالجزائر كين فاعلين واحدة أخرين يعني في هذا المجال حيكونوا خاضرين احنا أكدنا تاني وعزمنا تحدثنا عن ألالات صناعية الشعبي التقليدي المتجرد من كل بروتوكولات اللي نعرفوها في المطاعم الكبرى نعم بالطبع وهادي تاني لكن كيف حتسعوا كيف حتسعوا أنكم تثمنوا هذا النوع من أكلات الشعبية باش هكذا غضوة ربما في الجزائر حتى يجوا أجانب يروجون هذا المأكلات طبعا هذا السالان هي الفكرة الأولى اللي جاتنا عتخافر هذا السالان سيباش نروجو لتقافتنا الشعبية نشوفو بلي البلدان الأجنبية عرفوك كشان يروجو لتقافتهم الشعبية تروحي بارئزمبل البلدان المجاورة تلقاي الهريسة تلقاي قلب اللوس تلقاي تروحي بارئزمبل الأتراك الإخوات عندهم تقافتهم اللي دخلت للجزائر نحن تاني نحن تحاولي دفعو لامم شوز إذا ما شفنا ربما على سبيل المثال للجارة تونس لهريسة اليوم ولات عالمة مسجلة أيضا هل ترين أنه اليوم حان الوقت أن ننضم صالونات يعني من هاد من أجل أننا هاد البتزاكاغي المحاجبي ولو عالمة مسجلة باسم الجزائر بيانسور وعلى شلال هذا هو الهدف من هاد الصالون اللي نعرفه بالأكلات نتعنا كما تقولي محاجب محاجب سي ألجيريان تقولي قارنطيط سي ألجيريان بيتزاكاغي سي ألجيريان وعلى شلالا هذا المولوث ربما لازم اليوم تكون هناك جهات كما ترون تعرف به تحدثنا أمس في الكواليس سومية كانت من المفروض أنها تكون خادرة معنا شاف اليوم لكن نتعذر عنها الحضور فوش رح يشاركوا يعني الشفات في هذا المعرض وشنو تدورتهم تحديدا شفحنا عرضنا هذه ستون انفتي دونر مادام سامية مخداري شاف معروفة اللي كانت عندها أفكار هيلة بغابور لهذا لسالون وهي حب تتعزز لهذا التورات لأكل الشوارع هذا بلك تكون عندها التفاتة طيبة ويكون عندها انشو كولينار سور بلاس ويوجد بكو داكتبات نعرضو دوتر شيف اوسي من بين الأسماء اللي هم حي يكونوا حاضرين دوكا من قدرش نقول لك الأسماء بصح سي انكور مفاجأت ورشات ربما اكزاكتما اكزاكتما شاحت قدما من خلال هاد الورشات ورشات الطبخ لما اظن ويكونوا شوفي يكونوا كولات شعبيا ويكونوا الهلاويات كولات شعبيا سي سيقرة ويكونوا ازانة ويكونوا سيقرة ويكونوا يكونوا هل اثنية سيقرة بلاس ويكونوا وزانة ويكونوا الهيزاكتما بطاني يكونوا يعني محمل من كل ربوالوطان بشكل ولاية الحضرة في هذه السامة؟ كانوا هما الولين اللي كانوا برمي لبارتسيبان وهدي نعتزو بزاف بها بسك عجبهم بزاف الكونسبت ومام هما حابين يسبقوا المنتوجات تحهم اللي تكون دي سيني لفاست فود واللاستريت فود إذن من جهة تحدثت العلامات الكوباة ربما الفاعلة في هذا المجال في صناعات الأجبان وما إلى السلسطة وما إلى ذلك لكن الشعر هو شيء تفود ففكرتوش أيضا أنكم تستقربوا بأصحاب المطاعم الشعبية اللي ربما عندها رواج دم تحدثنا عن بائع السردين يعني بالأعالي القصبة أشرت أيضا لمطاعم أخرى القارانتية أيضا كان صنعت الحدث مؤخرا الحامي كما عطلها في الغرب ما خمتوش أنكم تستقربوا منهم وتحاولوا أنكم تعرضوهم أيضا للصالون لأنه يخدم بالدرجة الأولى أهدافه بمطاعم، بان صوتنا عن ربما على الهدى الأولى المعروفي التعليم حاجب بيتو اكيد احنا نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله كلمة خيتامية ربما انا حبيت نوجه نداء aussi الوزارات اللي قدمنا لهم دعوة ومدابينا يكونوا حاضرين كم ضيوف شرف ويكونوا حاضرين معنا surtout وزارة تجارة وزارة سياحة surtout سياحة لأنها elle est concernée par هذا l'événement surtout باشا روجو الخارج la culture populaire la culture تعنا وعليش لا لا يدخل هذا الاكل تعنا في الوزارات الانترنشنال صحيح مهم جدا وحنا حبينا انها تولي الكبدا المشارملة الگارانتية حبينا انها تولي البتزا كاري نحبوبة الجزائيليين ونوجه تحية البلدية المدنية سانونبيا لمعروفة بالبيتزا كاري ان شاء الله يكونوا حاضرين ومعروفة ايضا بالقلب اللوز نوجه لها بتحية من السكان الحية اللوبيا لخرجت من المطبخ الجزائري والان اصبح يعني معظم رجال يقرنوا زوجة استحم بملك اللوبيا وكانوا ينسو جانب الجزائر وروجه لهذه المأكلات وهذه المطاعم الشعبية ولا تقبل لا ما يستغنوش عليها خاصة انه شعار هذا المعرض هو الشريد فوت احنا نتمنى انه كل هذه المأكلات تولي حتى هي يعني علامة مسجلة باسم الجزائر تولي بصمة تعنا تجيت مازلت مفتوحة في السالون مازلت مفتوحة وحبيت اضافة هذا السالون موجه للمستثمرين في هذا المجال سفيد احنا ماذا بينا يكونوا تنبع في الفورنيس يحضروا معنا ويلت بقوة لأنه من اللي افتحنا الانسكريبش راهوا عندنا قريب 4000 انسكريبش فيزيتر ان ليني اللي راه مقايس في الفورنيس سورة الماتيريال اندوستريال البرودي اليمانتر دونك ماذا بينا يكونوا متواجدين بكثرة لأنه كايم بزاف للدز انفستيسر يحوصوا على التنبع في الفورنيسر باش يديروا دي كنت خادير اكتماعهم ويبدوا المشاريع تحهم في هذا المجال احنا نسمى كل توفيق سومية شكرا على تلبية الدعوة اليوم شكرا شكرا